استعديت العرب كثيراً في مسألة قرار إعدامه ومن ثم اتخاذ هذا القرار في ليلة العيد استعدي الوسط السياسي الشيعي تحديداً في هذه القصة أنه كانت هناك قصدية في مسألة إعدامه وفي مسألة التنكيل من خلال هذا الإعدام بأنه بليلة العيد يعدم أول شيء الله هي القضية قضية من الشيعة لم أبداً هو رئيس الجنات كان كردي وأنا كردي أيضاً أنا شيعي في نفس الوقت أنا كردي يعني إذا صار شيعي مرحل كردي لكنها عربياً إعلامياً سياسياً عصبت برأس تعرف وسائل الإعلام هكذا إيه لأنه كانت الفيديو السيء الفيديو الطلع السيء اللي طلعه الله لي وفقاً إن شاء الله اللي نشروه بالإعلام يعني ما كان موفق يعني أكو فيديو موجود بمكتب رئيس وزراء سيد المالك يالله يخوضه لو طالع منها لقطات كان كل جميل وحلو يعني لكنه مع الأسف يعني سياسة الدولة ما دل شوانها والله ما عارف شوان كل إعلامنا فاشل حقيقة الإعلام الشيعي الشيعي بين قوسين هو إعلام فاشل لماذا في ليلة العيد ليش هذا القرار لو صدام عبر العيد كان هرب يعني تتفقوا يعني وجهة النظر اللي تقول كان أكو نعم معارضة ليبيا جدا قرار عدام صدام أيضا كان قرار عراقي من خلال السيد المالك لو قرار تدخلت به الولايات المتحدة بشكل أو بآخر وضغطت بهذا الاتجاه مثلا لا لا أمريكا كانت ضد عدام يعني ذاك الوقت أمريكا كانت ضد عدام أي أسبوعين بخلاف الرواية اللي سمعتها حضرتك أنا ما لدي أذكر أسماء لكن هناك رواية من شخص سياسي مرموق ومهم وقريب للسيد المالكي قال بأن المالكي قد أخبرني أن أعدو أشوفك يا في واحد من البرامج أعرف أي طبعا أعرف لا لا مو صحيح شوف هذا هو أي حتشي هو أي سؤال يعني مو صحيح ما كان موجود هو بالعراق والرجال عايش في لبنان وما شايف في العراق نترك أي بدون أسماء يعني ذلك أنه المالكي أصر على عدامه وأني كنت رئيس المحكمة في ذلك اليوم أنا بس أريد أسأل كل يدعي وصلهم بليله نعم الكل يقول أنا صاحب قرار عدام صدامس لا 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 بدءا من القاضي مرير حداء لا 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 من صاحب القرار يعني فيه أول إذا تجي يعني رئيس محكمة الجنايات أعطى القرار إلى محكمة تميز اللي أنا بها أنا رئيس الفعلي كنت في أنا كنت رأي برئيس محكمة التميز ورئيس الفعلي يعني باعتبار رئيس المحكمة كان موجود في كردستان أستاذ عارف شاهين الله يحبه قرار التمييزي أنا كان لعبت دور كبير بي بأن يوقعون سبع قضاءات من أصل تسعة تين طلعوا واحد راح الحج واحد راح الأربيل وبعدين لعبت دور كبير وهي قضية معروفة يعني كان دور إليا أن يوقعون خلال ثلاث يام وبعدين التنفيذ لما سلمنا القرار إلى محكمة السيد المالكي المالكي خاطب رئيس الجمهورية الطلباني الطلباني قال ما يحتاج مرسوم جمهوري مادة 27 كذا تقول بمرور الوقت يعني بمرور 30 يوم كذا المالكي يعني بناء على غرفة العمليات اللي كانت موجودة أنه المالكي وطارق نجم عبدالله وصادق الركابي سوى أمر ديواني المالكي وعني داري داروح أسافر يعني أطلع أقولهم فيما الله كل يتعليه يا واشفاء رايح شكوا قال ماك قاضي من المنطقة الخضراء موجود كلهم قلبوا ماك واحد بس أنت متحت واحد ما قلت لاني ميسر عدمي خابروا متحت المحمود ساد متحت متحت المحمود قال لحنا ما أنه علاقة المحكمة الجناية العليا مستقلة عن نظام القضاء العراقي المفروض يحضر قاضي التحقيق أو قاضي جنح من الكاظمية من منطقة الإعدام ورفض السيد متحت المحمود قال للمالكي ماكو إلا أنت قلت لأبا أنا الله أنا رحت ونفذت حكم الإعدام معني قاضي تمييز يعناب رئيس محكمة تمييز ورحت نفذت حكم الإعدام بنفس